مع خفوت الحديث إعلاميا عن أرقام ضحايا كورونا عالميا بغض النظر عن تدرج الخط البياني للأعداد يبدأ الحديث عن الفيروس داخل سوريا وخصوصا مناطق النظام فالمعلومات القادمة من هناك تثير قلق المنظمات الدولية وقلق ملايين السوريين اللاجئين في شتى دول العالم خصوصا مع منظومة طبية متهالكة ووضع اقتصادي مترد يجعل من كوفيد 19 شبحا حقيقيا يهدد المدنيين صحيفة واشنطن بوست ومن خلال تقرير نشرته قبل أيام يضم عددا كبيرا من الشهادات من داخل سوريا وخصوصا من أطباء أو عاملين في القطاع الربي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن أرقام النظام لوفيات كورونا لا تتوافق أبدا مع الواقع نظرا لبيان أصدرته نقابة الأطباء في مناطق النظام يؤكد وفاة واحد وستين طبيبا منذ آذار الماضي في حين كان هذا الرقم الشهر الماضي هو ما صدر عن النظام بإجمال وفيات كورونا في مناطق سيطرته تقرير الصحيفة الأمريكية نقل عن أطباء عاملين في مشاف داخل دمشق حديثهم عن عدم قدرة المشاف على استقبال مصابي كورونا بما فيها بعض الحالات الخطرة وأن الخيار الرئيس للمشافي في دمشق وحلب تحديدا الطلب من المصابين عزل أنفسهم داخل المنازل ومن دون أجهزة تنفس ما يرفع أعداد الوفيات إلى حدود غير تلك التي تصدرها وزارة الصحة في حكومة النظام إذا ما أخذنا بالاعتبار أيضا ارجع سبب وفاة كثير من حالات كورونا إلى أسباب أخرى عند استصدار شهادات الوفاة وفي ظل الحديث عن نقص الكوادر الطبية وخطورة الاعتماد على خريجين حديث العهد وفق منظمات طبية سورية أصدر معهد دراسات الشرق الأوسط تقريرا مطولا معتمدا على صور ومعلومات من الأرض حصل عليها خلال السنوات التسع الماضية تؤكد أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل 95% من الأطباء والكوادر الطبية داخل سوريا ما يجعل كورونا ضيفا خفيفا على النظام الصحي في سوريا إذا ما قورن بطائرات النظام وروسيا عشرات التقارير والشهادات القادمة من مناطق النظام مصحوبة بمناشدات مدنية يطلقها أهالي لاجئين يعيشون وسط تفش غير معلوم لفيروس كورونا وطوابير يومية إجبارية لجلب لقمة الخبز ووقود الطهي وحاجيات أخرى لا يلقي لها العالم بالا